متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة في فيديو سابق كلمتكم ان في ميزة من المميزات الجديدة الموجودة في جينس بارك وهي AI Slides كنا في الاول بنروح على السوبر ايجنت وبنبتدي ان احنا نحط الامر بتاعنا وبداية الامر بقوله create a slide deck عشان يعملي powerpoint او يعملي في الاخر خالص سلايد سقدر ننزلها كpowerpoint او كpdf وكنا وجهنا مشاكل في ال bdf وقلنا وفي ال powerpoint وقلنا زي ان احنا ممكن نتغلب على الموضوع ده في فيديو منفصل على القناة حطيلك ايضا الرابط في الوصفة اسفل الفيديو الخاص بيه لكن نهاردة هتكلم عن ايه نهاردة هتكلم عن AI Slides المود اللي بقى موجود دلوقتي جوه جينس بارك مش محتاج تقوله create a slide deck خلاص انت هتخش على ال a slides انت كده عارف ان هو هينشئلك slides او مجموعة من الشرائح من ال content اللي انت عايزه اول ما هتخش على الرابط الموجود في الوصفة اسفل الفيديو هتبتدي تدوس على AI Slides هتلاقي نفسك دخلت في ال slide mode هبتدي هنا اكتب ال request اللي انا عايزاه مش محتاج اقوله بقى اعملي presentation ولا حاجة انا هنا هتدي احط الامر اللي انا عايزاه انا منشئ محتوى اعطني افضل خمس مولدات فيديو بالذكاء الاصطناعي مع خطة مجانية واشرح كل واحد منها واعطني اوامر نصية لتقييم كل منها والاشارة الى ايجابيات وسلبيات كل منها او كلا منها وحبتدي ادوس enter انا هنا استخدمته امر باللغة العربية وايضا انت ليك 200 نقطة بشكل يومي على الارجح هيولدلك بي one presentation لو انت هتعمل presentation بيه يبتدي يستخدم الادايا الخاصة بالبحث هيبتدي يستخدم الادايا الخاصة بالتحليل وما الى ذلك واحنا هنستنى لحد ما يخلص وهو جينيس بارك ما بياخدش وقت زي منوس اي 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 فمش هياخد وقت كتير وحنرجع مرة تانية بعد ما ينتهي من عملية التحليل عشان نشوف اول سلايد هيعمله معنا زي ما احنا شايفين خلاص قام بعملية التفكير كتابة الكود البريفيو افضل خمس مولدات فيديو بالذكاء الاصطناعي تقدر تستخدمهم اثناء الشرح لكن طبعا انت لازم تبص بصة على كل واحد فيهم البرزنتيشن دي هتساعدك في عملية الشرح بشكل كبير جدا ولسه بيكمل السلايد التالت لسه كمان فيه سلايد فور يعني قرر يعمل سلايد كمان حاسة ان الموضوع محتاج اكتر من كده يتكلم عن كل واحد بشكل مفصل يعني مش بس انا قلت مش هيكلم عن كل واحد بشكل مفصل ولكن هو رجع لا ان انا طلبة منه ان هو يديني هنت عن كل واحد عن الايجابيات والسلبيات فهنا ابتدى ان هو يديني الايجابيات والسلبيات بتوعية الانفيديو وايضا بالنسبة لي الاوامر النصية المقترحة لانت ممكن تقيم بيها والخطة المجانية فانت هنا مش هتشغل بالك كمان حتى بي الاوامر ولسه بيكمل حيخش بعد كده على تاني فيديو جنريتر والتالت والرابع والخامس وهكذا حنستنى لحد ما يخلص السلايد ونشوفه في الاخر خالص بعد ما يخلص تم الانتهاء من البرزنتيشن زي ما احنا شايفين كل فيديو جنريتر هو متكلم عنه بالتفصيل لو رحت عملت view and export حنلاقيه بالشكل الجميل ده وعطيك اوامر نصية مقترحة للتقييم وكمان ايجابيات وسلبيات فالموضوع بالنسبة لك هيبقى واضح جدا كل برنامج او كل ويبسايد ايه مميزاته ايه ايجابياته الخطة المجانية بتاعته قد ايه الفيديوهات اللي بيتلحها جودتها عاملة ازاي وكمان في الاخر خالص عطيك مقارنة في جدول وبعض ريكمنديشن او توصيات لمنشئ المحتوى ايه المناسب ليه الشركات الصغيرة ايه المناسب ليه قطاع التعليمي ايه المناسب ليه وبعدين بتروح تعمل export واتفقنا ان انت لو عندك اي بقى مشكلة خاصة بالتحميل بالنسبة بالذات للpowerpoint لان ساعات بيدي error انت نزله كBDF انت عايز تعدل عليه ارفعه على canva عدل عليه براحتك وبعد كده عمله download مرة تانية وممكن كمان بقى بعد ما تعدل عليه داخل canva واتزبطه تنزله كpowerpoint وممكن تفتحه بعد كده بالpowerpoint العادي جدا مفيش اي مشكلة فيه ده بالنسبة ليه الجزء ده لو احنا رجعنا مرة تانية لو انا رحت هنا دست على select to edit بالمنظر ده كده تعالى كده نشوف هنا اقدر ان انا اسأل جين سبارك ان هو يعدلي على السلايد دي وممكن انا اقف هنا اعدل يعني ممكن اقف هنا براحتي جدا اعدل على انا عايزاه بص بقى الجميل ودي الميزة اللي موجودة في ال ai slides اللي انت لما هتقف هنا مثلا وعايز تعدل تقدر ان انت تغير اللون تخلي اللون حاجة تاني بالمنظر ده كده نخليه بالمنظر ده وتقدر تخليه الفونت بتاعه الحجم بتاعه اكبر شوية وممكن تخلي انا شايفة كمان فيه بيدعم باللغة العربية فيه شايفة كذا فونت نيم كده اسأسامي بعض الفونت باللغة العربية اللي ممكن يبقى مناسبة جدا مع الفونت ده ممكن حاجة زي كده تدوس select to edit وتقف على الصورة دي انت مش عايز الصورة دي عايز ترفع الصورة تانية تقدر ان انت ترفع صورة تانية عندك على الجهاز وهكذا فاذا تقدر تغير فونت تقدر تعدل على اي حاجة اعمل ازاي الكلام ده تاني اول حاجة هو هروح اعمل اكس مرة تاني انا هروح هنا اعمل select to edit عشان انا وقفت على السلايد اللي انا عايزاه ابتدي اوف هنا ممكن اعلم على ده بالمنظر ده هبتدي يفتح معي ال edit text هبتدي اغير فيه الكلام المكتوب فتقدر تعمل edit جوه لسلايدس بقى مش محتاج بعد كده ان انت ترفعها في اي مكان وتعمل edit تعمل الجزء ده bold تبتدي تغير الفونت تكبره شوية مثلا انت خليه 34 بالمنظر ده بص شكل اللون نفسه خالص ممكن تغير اللون للون الاخضر وقف الاخر خالص بيعملك save يعني روح تعملت اكس كده حاليا ان هو قريدي عمالي save خلاص غيرلي اللون وغيرلي الفونت سايز وكل حاجة ده بالنسبة لل edit داخل اللي slides جوه ال ai slides mode زي ما انتو شايفين ai slides mode هتغنيك بقى عن كتابة create addic slide هتغنيك عن موضوع edit هتقدر تعمل edit جوه slide slide تروح تعمل select عليها وتعمل edit اللي انت عايزه في اي جزء جوه لslide سواء كان صورة هترفحها من عندك عايز صغير فونت عايز صغير لون تمنى تكون استفدتم من فيديو النهاردة فيديو سريع ولكن اعتقد انه هو مهم ياريت تقولي رأيكم في التعليقات اشوفكم فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقولكم في نهاية كل فيديو متنساش تدعمنا باللايك والشير والكممنت ولكنت بتشوفنا الاول مرة متنساش تعمل واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته